بالنسبة لها التدريب غادي نخدمو سو ويندوز ويد وغاستعملو الورد دو لسويت أوفيس دو ميل ترز برو بلوس من أكبر تغييرات اللي تلاحضو هي هاد الواجهة دي للاستقبال جديدة واللي هي مو حادة بنسبة لجميع البرامج دي لسويت أوفيس دو ميل ترز كما كنلاحضو هاد الواجهة مقسمة المجالين في اليسار منطقة زرقاء كتسمح لنا بفتح لدوكيمون غيسان أي المستندات اللي خدمنا عليها مؤخرا وبما أن هادي أول مرة كنفتح الورد دو ميل ترز معدنا حتى دوكيمون غيسان تحت هاد القائمة تلقوا الرابط أوفغير دوكيمون واللي كيسمح لنا نفتح مستندات يا إما من الحاسوب دي لنا أو لا من الانترنت بالضغط على هاد الرابط تيمكن لنا نفتحوا دي دوكيمون غيسان كيف ما شفنا دابا أو لا نفتحوا مستندات من الحساب دي لنا سكيدرايف بشرط يكون لنا حساب سكيدرايف واللي غنتعرفوا عليه بالتفاصيل في شريط المقبل طبعا يمكننا كذلك نفتحوا مستندات من الحاسوب دينا وآخرا يمكننا نضيفوا أماكن أخرى لتخزين بالضغط على الرابط أجوتي أن ليو مثال لوفيس تخوة سوى سوى سنك شيربوينت نرجعوا للوراء بالضغط على هاد السهم على اليمين عدنا هاد المنطقة البيضاء واللي كتسمح لنا بإنشاء مستند جديد فهنا المستند الافتراضي هو عدنا كذلك إمكانية الاستفادة مباشرة من النماذج المقترحة واللي كتساعدنا في إنشاء أنواع معينة من المستندات هاد النماذج عدنا بعدد كبير ومنضمه في فئات مختلفة مثلا لتخ سيفي غيونيون إلى آخره بالضغط على لتخ كنشوفو نماذج كتيرة ومختلفة كنلاحظو العدد الكبير من النماذج المقترحة والاتصداعفات بالمقارنة مع النسخ السابقة الورد نرجعو للخلف باستعمال هاد السهم عدنا لفوق عارضة البحث واللي كتساعدنا نبحثو على نماذج معينة عبر الانترنت نفترضو عندنا حفل ومحتاجين لنماذج من الدعوات نمشيو العارضة البحث ونكتبو المقلي انفيتاسيون بعد لحظات كنتوصلو بنماذج للدعوات وكنختارو النماذج اللي كي ناسبنا نرجعو للوراق باستعمال هاد السهم على اليمين الفوق كنشوفو معلومات على حساب المستعمل بالنسبة لنا هنا داخلين بحسابنا سكيدرايف واللي فيه ميكروسوفت كتسمح لنا بتخزين الملفات دينا على الانترنت الشيء اللي كيمكن لنا نتوصلو لها في اي مكان عندنا كذلك ميزة تغيير الحساب واللي كتسمح لنا بتغيير حساب المستعمل والدخول بحساب اخر اقصى اليمين الفوق تلقو هاد المفاتيح اللي متعودين عليهم واللي متناسقين مع التسميم الجديد واللي هي فرمي غدوير اغراندير والزر المساعدة ولي كي وفق المفتاح F1 في لوحة المفاتيح دينا الان ناخدو مستند فارغ بالضغط على دوكيمان فيارج باش نتعرفو على مجال العمل اذا هاد الواجهة هي نفسها بنسبة النسخ السابقة مع بعض تعديلات كنلاحظو انها ولات اكتر وضوح وتناسق ما زال عدنا نفس الشريط وكذلك لوفول النافيغاشيون على ليسر اللي يمكن لنا نسدوه وإلا بغينا نحلوه من جديد نمشيو لانغلي افيشاج ونضغطو على ونضغطو على ويبتالي كي يعاود يظهر من جديد في الواجهة من اكبر تغييرات كذلك هو لانغلي فشي اللي بتضغط عليه تتبالين هاد الواجهة اللي كتعم الشاشة كاملها وكلقوا لي كوماند اللي متعاودين عليهم على سبيل المثال أوفغير انغيستري انغيستري سو الى اخيره هنا في الاسفل عدنا الرابط كونت اللي تيسمح لنا ندخلو الحساب دينا نرجعو الواجهات المستعملة بالضغط على هاد السهم فمتلا اللي ضغطنا على لانغلي انسرسيون هاد الانغلي تيعطينا جميع اللي كتساعدنا في ادراج كل الاشياء اللي كيسمح لنا الورد 2013 بادراجها كذلك في لانغلي ميزان باج كالقوا فيه لكوماند اللي كيسمح لنا نستفدو من اختيارات دينا ميزان باج بحلي مارج غوتخي الى اخرى وبنفس الطريقة كنتعاملو مع لانغلي الخرين في الاسر دينا الفوق عدنا لاباغ دوتيعك سيغابيد اللي كتمكننا من الوصول السريع لواحد العدد معين من اللي كوماند باغ دفو عدنا ثلاثة هما انغيستري غيتابليغ انيولي فهاد لاباغ يمكننا نزيدو او لنقص الرموز باستعمال هاد السهم اللي على لي من ديال لاباغ فاي كوماند عليها اشارة كتكون باينة في لاباغ دوتيعك سيغابيد وبالمقابل اي كوماند ما عليهاش اشارة ما كتكونش باينة لابغينا نضيفو متلا الرمز يكفي نضغطو عليه وبالتالي كتولي باينة عدنا في لاباغ دوتيعك سيغابيد نفس الشيء اللي بغينا نقصو اي رمز بالضغط على الرمز اللي عليها اشارة كتحيد من لاباغ هنا يفلى اسفل ديال الواجهة تلقو هاد العارضة الزرقاء واللي كتسمى بلا باغ ديطا اللي تلقو فيها بعض المعلومات مثلا عدد صفحات وعدد الكلمات اللي عدنا في لدوتيمون ديالنا وهنا تلقو اختيارات ديال العرض مود لكتور مود باج مود ويب في اقصى اليمين عدنا لوزوم اللي تساعد نفط كبير او لد صغير اذا هادي كانت المحاة عامة عالواجهة جديدة للورد دوميلتخاز واللي كتميز بالوضوح والتناسق اشتركوا في القناة